السلام عليكم ورحمة الله ورحبا بكم أبنائنا الأعزاء نتحدث الآن عن أنواع واتقانات مختلفة من عمليات الفصل تكلمنا عن الـ Energy Separating Agent مع الـ Separating Agent وكذلك عملية الفصل باستخدام الـ Barrier النوع اللي نتكلم عنه الآن وهو الفصل بواسطة الـ Solid Agent في هذه الحالة نتكلم عن عمليات الـ Absorption بتمرر الفيد والتي يمكن أن تكون Vapor أو Liquid على أعمدة تحتوي على مكونات صالبة هناك عدة أمثلة وهناك عدة أنواع هذه المواد الصالبة يكون لها القدرة على امتزاز هذه الغازات أو امتصاص هذه السوائل هناك عدة أمثلة لهذا النوع فمثلا معروف أن السيليكا جيل SIO2 لها القدرة على امتزاز الرطوبة ولذلك دائما بتجد في معظم الأجهزة الكهربائية مظروف صغير يحتوي على مواط صالبة للحفاظ عليها هذا المظروف يحتوي على حبيبات السيليكا جيل التي تعمل على سحب الرطوبة من البيئة المحيطة لضمان جفاف هذه الأجهزة الكهربائية الدقيقة لابتوبس كومبيوترز على سبيل المثال وبالتالي الحفاظ عليها أيضا من عمليات الفصلة الشهيرة جدا الفصل بواسطة الكروماتوغرافي أو الكروماتوغرافية هناك عدة تجارب يستطيع الطالب أن ينجزها في المنزل باستخدام الكروماتوغرافية ننصح باللجوء إلى المرجع الذي يحتوي على أمثلة بسيطة لعمليات الفصل بواسطة الكروماتوغرافية حيث يمرر البيبر أو قد يكون لكويد في عمود تقطير يحتوي على مادة صالبة تعمل على امتصاص هذا السائل وأثناء الامتصاص هذا السائل فإذا وضعنا مثلا قطعة من الورق في سائل تبدأ هذه القطعة بانتصاص السائل ويبدأ السائل الارتفاع في الورقة عملية ارتفاع السائل داخل هذه الورقة تختلف على حسب نوع قطعة الورقة والسائل المستخدم وتؤدي هذه العملية إلى فصل المركبات الكيميائية عن بعضها البعض الـ Ion Exchange هو الفصل اعتمادا على الشحنة الكهربائية أيضا لدينا الفصل بواسطة الـ Field Gradient أي إضافة طاقة ليست حرارية ممكن تكون طاقة ميكانيكية إلى النظام كالفصل بواسطة الـ Center Fugging فمثلا يكون لدينا قمع بهذا الشكل تضاف المواد فتدور على هيئة Cyclones المواد الصالبة تنزل في الأسفل بينما المواد الأخفة تصعد إلى أعلى وتخرج كمركبات نقية هذا الفصل له عديد من التطبيقات في الصناعات المختلفة من الصناعات الـ Nuclear إلى الصناعات الدوائية والغزائية لدينا Thermal Diffusion كما في حالة فصل الـ Chlorine لدينا Electrolysis باستخدام Electric Field لدينا الـ Electrolysis اللي هو باستخدام أيضا الـ Electrical Field دي كلها عمليات فصل تتم بإضافة شحنات كهربائية تعمل على تنشيط بعض المركبات من دون المركبات الأخرى ومن ثم تؤدي إلى تغيير في خصائصها الفيزيائية بما يساعد فصلها من هذه الخلائط المختلفة